اشتركوا في القناة عليها تعزين الخالصة لحفنوي غول وللعائلة الكريمة وإن لله وإن إليه يراجعون ورحم الله كل الخيرين وكل الخيرات حلقة اليوم كان حفنوي غول يناقش معنا مثل هذه القضايا قضايا الإعلام حلقة اليوم عنوانها الرئيس الجزائر الجديدة عندما يعتم الإعلام المغلق حتى على معاناة غلق الطرقات نتوقف فيها عند واقع الإعلام في الجزائر الجديدة بمناسبة الذكرى الثانية والستين لاسترجاع السيادة الوطنية على مبنى الإذاعة والتلفزيون من المستعمر الفرنسي إذاً تعودوا الذكرى الثانية والستون لاسترجاع السيادة الوطنية على مبنى الإذاعة والتلفزيون الجزائري من المستعمر الفرنسي في الثامن والعشرين من أكتوبر من عام الف وتسعمائة واثنين وستين وتعود معها التساؤلات عن واقع الإعلام فيما تسمى بالجزائر الجديدة والمنتصرة كما يصفها الخطاب الرسمي للسلطة والذي يزعم أن مجال الإعلام قطع أشواطاً كبيرة تنفيذاً للإصلاحات التي أمر بها تبون بغية تكريس حرية التعبير والصحافة كما تكتب وكالة الأنباء الرسمية بينما ما زال يقبع في السجن أربعة صحفيين وصحفية يتقدمهم الصحف إحسان القاضي الذي تجاوز الخامسة والستين من العمر وبحكم قاس بسبب مقال رأي وتم غلق مؤسسته الإعلامية التي تضم راديو آم وموقع مغرب إيماج كما يعرف الإعلام غلقاً غير مسبوك إلى درجة أنه يعتم على تداعيات قرار غلق طرقات رئيسية لستة أيام في الجزائر العاصمة لتنظيم عرض عسكري وما خلفه من معاناة المواطني تخليداً للذكرى الثانية والستين لبسط السيادة على مؤسستي الإذاعة والتلفزيون نظمت اليومها بمقر الإذاعة الوطنية والتلفزيون الجزائري وقفة ترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني الذين ضحوا من أجل استمرار الكلمة في الجزائر المستقلة الوقفة حضرها ممثل عن المديري العام للإتصال برئاسة الجمهورية المدراء العامون لمؤسسة التلفزيون الجزائرية لذاعة الوطنية ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي الأمين العام للمركزي النقابي إلى جانب الأسرة الإعلامية وإطارات وعمال المؤسستين التلفزيون الجزائري والإذاعة الجزائرية مؤسستان كما كنت أدائما أقول لم تولد بموجب مرسوم ولا قرار سياسي ولدت في ذلك 22 أكتوبر من سنة 1962 عندما قرر شاب جزائري بطل الصعود إلى أعلى مبنى شارع الشهداء لينزع علم الاحتلال الفرنسي وليغرس مكانه علم الجزائر المستقلة ليعلن بذلك عن استكمال استرجاع السيادة عن كل ما يهم الجزائريين نحن مطالبون بالمساهمة في الحفاظ على هذه السيادة في الحفاظ على استقرار الجزائري وأمنها ووحدها هذا مدير التلفزيون محمد بغالي ومدير الإداعة السابق كان هناك تبادل في الأدوار من عين لأسابيع قليلة مديرا للتلفزيون تم إقالته ونقله الإداعة وتم تعيين محمد بغالي مديرا للتلفزيون الجزائري معنا في النقاش في الستوديو أبو طالب شبوب الكاتب الصحفي مرحبا أبو طالب عبر الهاتف من وراء قاسم سعيد المدون والناشط الحقوقي كنت تسمع معنا ما يقوله بغالي والتلفزيون الجزائري يبرز هذا الاحتفاء لافت من حيث الشكل قبل أن نأتي إلى المضمون بطالب شبوب هناك غائب كبير محمد لقابوزين الاتصال غائب هذه المناسبة التلفزيون يعلن أن هناك ممثل لمديرية الاتصال في الرئاسة الجزائرية وإن لم يكن كمال قاسي السعيد كمال سيدي السعيد اختلطت عليها لإسماء معذرة كمال سيدي السعيد غير موجود ولكن ممثل عن إداءة عن المديرية التلفزيون الرئاسة الإعلام في الرئاسة بينما العقاب غائب كما كان غائبا بالمناسبة في الاحتفاء اليوم الوطني للصحافة وتساؤلات من حيث الشكل حول غيابه صحيح أولا نبدأ بالتعزية لأخينا حفنوي غول في وفاة والدته عسى الله أن يجعلها من أهل الجنة ويلهم ذويها الصبر والسلوان النقطة الثانية الوزير غائب منذ فترة عن المناسبات المتعلقة بالمهنة لكن آخر نشاط سجل له كان يوم الأحد 27 أكتوبر عندما عرض الميزانية القطاعية لوزارته في لجنة المالية في البرلمان الجزائري ووقتها ما كانش عنده تصريحات غير ما صرحه يعني لم يصرح للصحافة وإنما صرحه داخل اللجنة حول ميزانية القطاع انتاعه وقدم فيها أفكاره حول سنة 2025 لكن يتضح من التجاهل الرسمي له يمكن الآن أن نستعمل هذه العبارة أنه الوزير في مرحلة كان لا يسيطر على قطاعه والآن القطاع انتاعه نفسه يتجاهل يعني فيبدو وزيرا مبعدا متجاهلا بدون حول ولا قوة يعني مسألة وقت فقط طبعا الحديث عن قرب إعلان حكومة جديدة وتبون قالها صراحة أنه مرر هذه الميزانية هذه الحكومة مكلفة بتمرير الميزانية وسيكون هناك تغيير يتحدث عن كفاءات يعني مع أنه إذا تحدنا على الكفاءات نظريا العقاب ليس هناك من حيث الشهادات والاختصاص أكفأ بالعقاب صحيح العقاب قياسة للعاملين في الإدارة الإعلامية الرئاسة الجمهورية هو أكفأهم من ناحية العلمية لكنه مؤخرا يبدو متجاهلا فوق هذا العقاب راضي بهذا التجاهل لا نرى أنه يقاوم كأنه لا يريد أي شيء سوى البقاء في المنصب وهذا قد يكون ثمنه المزيد من الإهانات له من طرف العاملين في خليط الإعلام في رئاسة الجمهورية حتى الذي قاسم سعيد قبل أن نسمع منك متابع بالمناسبة في المقابل العقاب الذي يحث الإعلام على إبراز إنجازات تبون والعقاب للتذكير قبل أن يعينه تبون وزير الاتصال كان مدير الاتصال لحملة تبون الانتخابات الرئاسية في 2019 ثم عينه سيناتورا كان قبل إبعاده مستشارا في الرئاسة نسمع ما يقوله العقاب الرئيس رأي بدل مجهودات جبارة مجهودات خارقة من مسؤوليتكم من المهمة نحن كإعلاميين وصلوها للمواطنين وندفعوا عليها ونحارب هذه الدعاية الدعاية المضادة الدعاية المغرضة الإشاعات لازم نحاربها الرئيس يبكي في مجلس وزارة المواطنين والطبق الوسطى يبكي لهم قاسم سعيد مرايوك كمتابع وحتى كمدون اللافت الذي يتابع صفحة وزارة الاتصال على الفيسبوك آخر تحديث لها في 21 أكتوبر وزارة الاتصال تعزي الإعلامي سالم زوابي رحمة الله عليه كذلك نعزي عائلته بالمناسبة باسم والعقاب هذا آخر نشاط له ثم الآن مختفي العقاب الذي كنا نسمعه بالأكس يحث على إبراز إنجازات تبون من حيث السكل ماذا يقول هذا أيضا عن الإعلام عن وزير الاتصال في ما يسميه تبون الجزائر الجديدة والمنتصرة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة للجميع الحقيقة ما يحدث في الجزائر من غلق إعلامي وصحفي في الحقيقة لم يسبق له متيل في تاريخ الجزائر المستقلة وما وزير الإعلام وغيابه كما تقولون إلا من فيض الحقيقة ما يعني الحالة التي وصل إليها الإعلام الجزائري من تردي يعني حتى أن هذا الإعلام الأسف الشديد أبسط الأحداث ربما لم يعد يغطيها يعني كا احتجاجات طلبة على سبيل المثال هو خبر عادي جدا يمكن أن يريد في أي جريدة أن هناك احتجاجات عادية مثل ما كانت كتان يريدها أو يريدها الإعلام الجزائري في المرحلة البوتفريقية هذا ما لم نجده حقيقة في الصحف الجزائرية حقيقة هي متافقة طبعا لكل جريدة وهذا شيء معروف خطها لإخبار ودفتر شروطها وإيديولوجياتها ولكن أخبار كهذه التي تمتنع فيها الصحف والمواقع الإلكترونية عن نقلها وعن نقل هذه الاحتجاجات وتطلعات الشعب الجزائري فهذا شيء مؤسف للغاية فحقق هذا إن دل على شيء أخي الكريم فإنما يدل على التعمد على عدم إعطاء صورة أو اعتقاد لدى المواقع الجزائري أن هناك رفض من طرف فئة معينة والذي من شأنه حقيقة أن ينقل إن صح القول عدوى الاحتجاجات إلى قطاعات أخرى فهي طبعا سكوت هؤلاء الصحفيين نتيجة لتعليمات وهذا شيء مفروق منها طبعا هذا الصمت المهيب الذي لم نعتده في السابق للأسف الشديد إذن هي تريد هذه السلطة أن تعود الناس أو المواطن الجزائري على السكوت على الصمت أمام الظلم على عدم إيراد أي خبر يعني حتى على مواقع التواصل الاجتماعي الآن من يقوم بتغطية هؤلاء المواطنين ربما الهوات تغطية ربما صحفية إن صح القول أو الحادث معين احتجاجات معين أو عام الله سيجد نفسه متابع قضائيا إذن الخلاصة من كل هذا هو الكل الأمني في كل قطاعات ليس فقط في قطاع الإعلام الجزائر في حقيقة يبدو أن الجزائر قد تراجعت تراجعا رهيبا طبعا على ذكر التراجع يعني طبعا والمحطة التاريخية واستذكار أيضا محطة هامة عندما استعاد الجزائريون وبسطوا السيطرة على الإذاعة والتلفزيون كان هناك طبعا محطات في الإعلام الجزائري كان هناك حزب واحد تعتيم وإن كان البعض يحاجج بأنه ربما ليس بهذا الحجم الذي تعيشه الآن الجزائر الجديدة في مقابل كان هناك انفتاح إعلامي بعد أحداث أكتوبر نتابع مثلا التلفزيون الجزائري وهذا المشهد نموذج كيف كان الانفتاح في التلفزيون العمومي وماذا كان يبث وكيف وماذا كان يتابع الجزائريون هذه النقاشات الحرة محبا بكم سيدة سادتي في لقاء الصحفة نحن إذن في موعدنا الأسبوعي اليوم سنلتقي بالسيد عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ أهلا بك سيد عباسي مدني اليوم ستستضيف حصتنا السيدة لويزة حنون من المنظمة الاشتراكية للعمال أهلا بسيدة لويزة سيدة لويزة عباسي مدني المهم هو اللهناء ما يجوز لي لا يجوز لك المسؤولين تعنا كلهم راحوا من ثلاث سنوات هما في أوروبا والغرب راحبوا إذن بضيفينا السيد عبد الحميد مهر الأمين العام لجبهة التحرير الوطني والسيد عباسي مدني رئيسه والنطق الرسمي للجبهة الإسلامية بطالب شبوب هذا كان في 1990 نحن في 2024 يعني بعد 2024 سنة نحن نتوقف طبعا اليوم ذكرى 62 سنة مسترجاع الإداعة الجزائرية والتلفزيون الجزائر 24 سنة بالأحرى مرت على تلك الفترة وأي مشهدين تقدموا الجزائر الجديدة في المقام نعود من أخير الظهور الأخير الوزير الإعلام اللي كان في البرلمان وكان يتحدث على خطة 2025 يفترض أن هذه الخطات تشمل تسهيل عمل الصحفيين الحديث عن الحريات أشياء من هذا القبيل لكن كيف يتصور الوزير 2025 الوزير ما تحدثش أصلا على توسيع هوامش العمل الصحفي جاء حكا لهم على بطاقات الصحفيين قال لهم هذا السنة حسب ما ورد في جريد الشروق وما ورد في منصة أوراس حكا لهم أنه في ميزانية 2025 ردنا مخصصين 12024 مليون دينار لبطاقة الصحفي أنا حسبتها هذه تقريبا 89 مليون دولار إذا حسبنا عدد صحفيين في الجزائر الرئيس يقول 8000 نزيدوله 500 من عددنا تولي 8500 صحفي تطيح بطاقة صحفي الواحد بـ 1.4 مليون دينار يعني 142 مليون إما أنه الشروق والأوراس أخطأوا في إيراد الرقم أو أنه هذه حالة فساد مؤلنة يعني ما كانش بطاقة في العالم بـ 141 مليون سنتين وعكس أنا في بريطانيا لكي تحصل على بطاقة الصحفي تلتحق بنقابة الصحفيين وتدفع اشتراك سنوي ممكن تدفعه شهري وتحصل على بطاقة الصحفيين لا هيئة حكومية ولهم يعزنون منطمات النقابية التي تعطي هذه البطاقات نعم لكن الآن ما الذي تقوله لنا هذا الخرجان تعالي الوزير وخرجته السابقة لما كان يتحدث أنه من واجبكم إبراز مجهودات الرئيس والتصدي للخطر الخارجي هو لا يفهم صحافة رغم أنه درس الصحافة هذا الإشكال وألف كتباً على الصحافة وكيف توصحه في المحترف وغيره هو لا يفهم صحافة على أن جوهرها هو الحرية أن تطرح الأسئلة هذه الصحافة أنت لا تريد صحافة من هذا النوع أنت تريد صحافة تحكم السيطرة عليها كلاب حراسة يعني حاشة كل زمال أنا طبعاً أنا نتحدث الفكرة أنت على الوزير هذا مصطلح يعني أطلقه فيلسوب فرز يعني كل الذين يعرسون المؤسسات الحاكمة يعني أي هو هذا وشي يتصورها يعني يحرضهم على هذا الجهة أو تلك الجهة ينطلقوا في الشتم دون أن يقدموا حتى مختوى علمي يعني لما جيت تحكم التلفزيون الوطني من الطبيعي أنه عنده اختلافات كأي دولة مع دول وحدة أخرى مع الإمارات مع المغرب هذه الاختلافات طبيعية لماذا؟ لأنه عندها أسبابها في تضارب المصالح وعندها أسبابها تاريخية لكن كيف نعالجها؟ إحنا اللي راني نشوفه في الأداء التلفزيون الوطني هو شتائم وعمره ما وصل للتلفزيون كنا نتابع بالعكس كان في المغرب وتونس كانوا يغبطون الجزائريين اللي على الحدود يشوفوا هذه الحوارات في التسعينات الآن تلفزيون الجزائري وسائل علامة الجزائرية مهتمة مثلاً بالإضرابات إضرابات الطلبة في المغرب بينما تعتم على إضرابات الطلبة طلبة الطب في الجزائر بينما الإعلام في المغرب يعالج هذا الموضوع فيه تجاوزات يطرح في البرلمان وغيرها ماذا يقول هذا أيضاً؟ يقول أنه يريدون صحافة بدون سياسة يريدون صحافة بدون أسئلة يريدون صحافة لا تطرح المشكلات لما نحن من الصحافة المشكلات والأسئلة ما الذي يبقى من الصحافة؟ يبقى مجموعة من الموظفين وبالمناسبة حتى الموظفين لا يبدوا أنه هناك وزارة تصال عندها صفحة الفيسبوك تتابع آخر آخر تحديث لصفحة الفيسبوك 21 أكتوبرا معناها لا قاب في في خبر سيكون أو لا يكون الإشكال ورا آخر نشاط للوزير كان نهار لحد صفحة الوزارة ما غطاتوش معناها معناها بطالب شبوك معناها واضح أنه لن يكون وزير الاتصال مؤشرة واضحة في الحكومة المقبلة التي يبحث لها تبون على الكفاءات بالمناسبة الله أعلم ولكن لما تشوف الصفحة لا تغطي الوزير وتعود ترجع الميزانية اللي يطرحها للوزير الميزانية اللي يطرحها للوزير قال في البرلمان أنه فيها 2.42 مليار دينار كاتصال مؤسساتي يعني حوالي 18 مليون دولار هذا الاتصال المؤسساتي أنا ما فهمتوش إذا كان هذا الاتصال هذا لا يغطي الوزير نفسه وين يروح يعني بالمناسبة كان اقترح بأنه يجب دعم المؤثرين هذو الانفلونسرز أتلا انتخابة الرئاسية كنا نقصناه لدينا حتى تصريح له في حينها أنا أنا ماشي معك أنت في ظرف سياسي صعي وحب كل الجزائريين يوقفوا معك جميل جدا ما يوقفوا معك نقطة القوة هي خريتهم في الحركة إذا أنت تقيد حقهم في الوصول إلى المعلومة أين تخيلوا أنت جمال ولا واحد مؤثر في الجزائر ولا واحد صحفي ولا واحد كاتب راح للحكومة قالهم أعطوني الأرشيف أنتع جلسات مجلس الوزراء حاب ندير فيديو ولا حاب ندير وثائقي أنصر فيه رأي الجزائر في القضية الفلانية والقضية الفلانية الجواب هو ما كانش ما أعطونكش الحق في هذا الأرشيف إذا أنت ما تعطينيش الحق في أن أصل إلى المعلومة التي أساعدك بها وبوش نعاونك بالكذب بالسبان بالشتم هذا يخرج من العمل الصحفي إلى أنه يصبح عمل ارتزاقي لا أكثر ولا أقل عمل ارتزاقي وتعتيم قاسم سعيد كنتو شيني للعدم تغطية الإعلام الجزائري لمظاهرات الطلبة بينما تعجب بهم مواقع التواصل الاجتماعي ناقشناه في المغاربية ومواقع خارجية تطرقت إلى هذا الموضوع ونفس الشيء لأن يحدث مع معاناة المواطنين في غلق الطرقات يعني هناك تعتيم على هذا مع أن هذه التلفزيونات مقرها في العاصمة هم أنفسهم العاملون فيها يعانون هذه المعاناة قاسم سعيد نعم نعم أسمعك تفضل في الحقيقة في الحقيقة السؤال المطروح هنا في هذا شأن أين ضمير المهني الصحفي لدى الصحفي أين ضميره في الحقيقة حتى يقوم ليس بتعتيم الإعلامي وإنه بتزييف الحقائق ونقلها على غير حقيقتها في حقيقة أنا أريد أن أعود بك إلى الإعلام الجزائري أو الإعلام بصفة عامة أثناء تورة الجزائرية أو دور الإعلام التوري في الكفاح المسلح يعني رغم كل ذلك القمع وترهيب أثناء التورة في تركها المرحلة إلى أن الجزائريون والإعلاميون أنذاك استطاعوا تأسيس العديد من الجرائد وهي معروفة حتى أسسوا الإداعة السرية وما يعرف بالإداعة السرية سنة ستة وخمسين وحاولون نقل معاناة شعب الجزائري أو تدويل القضية الجزائرية إعلاميا ولكن الآن الأسف الشديد هو السؤال المطروح أين هؤلاء الإعلاميون لماذا يسمحون لأنفسهم بتغييب الحقيقة الآن كما تقول غلق لطرقات هناك أحداث عديدة ما غلق الطريق هو جزء صغير جدا هناك أحداث عديدة الفيضانات الأخيرة العديد من المشاكل التي يعاني منها المواطن هي مشاكل معروفة مشاكل اجتماعية إلا ما هنالك الصحفي الزائري للأسف الشديد يعتم عن هذه المشاكل ولا ينقلها وفي الحقيقة هذا أبسط شيء يمكن أن يقوم به الصحفي هو نقل الحقيقة دون يعني بهيادية وهذا شيء رئيسي في مجال الإعلام ينقل حقيقة ينقل معاناة الناس ينقل كل ما يطالب به الناس للسلطة أو للنظام من أجل حل هذه المشاكل ولكن نظام يمتنع أو كل الإعلام الجزائري بكل أطيافه هذا هو الشيء يعني المفارقة الآن يعني هناك اتفاق عام على عدم نقل معاناة الشعب الجزائري هناك اتفاق عام على عدم نقل أي احتجاج حتى ولو كان بسيط كاحتجاجات الأطباء في حقيقة هذا شيء مهول شيء كارثي على الإعلام الجزائري لم يعيشهم منذ سنوات كيف يسمح للإعلام يسمح الإعلامي الجزائري لنفسه أن يبقى تحت هذا الدول تحت هذا الهوام تحت هذه الأوامر حتى أن الخط الإخباري لمختلف هذه الجرائد وهذه القنوات لا تمنع من نقل هذه الأخبار عادي يمكن للصحفية أن ينقل هذه الأخبار إذن هناك خرق حتى للقوانين الداخلية لهذه الجرائد وهذه القوانين بامتناعها بنقل معاناة الناس للأسف الشديد وأشرت إلى الجانب التاريخي طبعا كان هناك صحافة صحافة جبهة التحرير الوطني التي كانت تسمع صوت الجزائر وإن كان طبعا هناك جدل مثلا صحيفة المجاهد حينها نشرت على صدر صفحتها الأولى أنه عبان رمضان استشهد في ساحة الشراف بينما هو اغتيل من قبل بطريقة بشعة من قبل زملائي ولكن اليوم الحديث عن استرجاع أو بسط السيادة على تلفزيون وإذاعة في 62 كانت تابعة للسعمال الفرنسي وكانت تمارس أيضا التضليل والتعتيم والتشويه لنضال الجزائريين ولجهاد الجزائريين حينها ألم يكون بالعكس بدلا من التشبه بممارسات التعتيم التي استمرت وتشبه بممارسات المستعمر أنه الإعلام الجزائري بالعكس يعتبر من ما كان يقوم به الإعلام للمستعمر ويكون في مستوى تطلعات الجزائريين وتضحيات الشهداء من أجل جزائر المفروض يقول فيها الجزائري الحقيقة ومن حقها أن يعرف الحقيقة نعم الأسف شديد وهذا ما شهدته الجزائر بعيد أو حتى بعد الاستقلال وطبعا السياسة الحزب الواحد التي طبقت سياسة ما أريكم إلا ما أرى الأسف شديد وطبعا الخط الخباري الواحد والفكرة الواحدة ومن ينحرف عن هذا المعيار قد يجد نفسه في سجن طبعا بقيت هذه الحالة للسنوات حتى 1988 وما يسمى بالانفتاح السياسي طبعا أو انفتاح الإعلامي الحقيقة الجزائر منذ استقلالها لم تجهد تغيرا بعد الاستقلال أبدا وإنما سلطة أنداك نهجت نهج الاستعمار وفقا لأجندات سياسية للنظام أنداك من أجل البقاء في السلطة بشكل فردية أو الفردية أو الأبوية نداك والمضيء الأمام وسياسة الهروب الأمام إلى غاية احتجاجات الشعبية التي خلقت ما يسمى بتعددية الحزبية حسب شديد التي لم تعمر طويلا فقط لبضع سنوات سرعان ما يعود الأمر كما عليه ولكن بقت كسنوات وابقى بصيص من الأمل أو بصيص من حرية التعبير يمكن للمواطن أو للصحفية الجزائري أن يعبر عن ما يصب إليه الشعب الجزائري ولكن الفترة الأخيرة منذ 2019 ونهاية 2019 حقيقة مرحلة ضرامية جدا أصبح الصحفيون يسجنون كذلك مع قانون الإعلام الجديد المجحف الذي خلق مجموعة من القوانين الردعية وفي الحقيقة الغير آمنة انتح القول ضد الصحفيين خاصة فيما يتعلق بمصادر الخبر وما يسمى بالتمويل الخارجي وهناك مواد عدة كل في حقيقة هذا القانون قضى على ما تبقى من فرية التعليم حقيقة سيشفى التاريخ على ما نعيشه من تردي وتراجع حقيقة في هذا المجال نسمع في المقابل ما يقوله التبول والجزائر بلد حرية صحافة فيه مسلوبة هو افتراء يقول التبول نتابع خفايا عارفينها ل يعني تركيز على أن الجزائر ليست بلد الحريات لا في الصحفة ولا في غير الصحفة و افتراء الجزائر لما شوف الزخم منتع الجرائد مكتوبة لموجودة في الجزائر مايش موجودة في مكان آخر ما عاد الدول ربما الراقية بطالب 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 تراقفوه من الصحفة واش هو عدنا سلطة الضبط وعدنا المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة هذو الهيئتان اللتان تراقبان الصحفة سلطة الضبط نتاعوا يعني هو من يعين فيها والمجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة مكون من 12 عضو يعين الرئيس منهم ستة بينهم رئيس يعني رئيس المجلس يعين رئيس الجمهورية ويضاف إليه خمسة أعضاء يعني قانونيا عنده في صفه ستة من 12 الآن واش يبقى يبقى ستة يفترض أن ينتخبوا من الصحفيين والناشرين اثنين منهم هم متاع الناشرين الناشرين الاعتماد نتاعهم عند من يكون يكون عند وزارة الإعلام وبالتالي الوزارة ومن خلفها الرئاسة ضامنين أن الاثنين اللي ينتخبوا من الناشرين ومن تاحهم إذا سأت ظروف المهنة تماما راح يطلعوا لك أربع مشاغبين في مجلس أخلاقيات المهنة ضدهم ثمانيا انتع رئيس الجمهورية عندما تتحدث عن حرية الصحافة أنت بني نص القانون تملك القدرة على السيطرة على ثلثي المجال الصحفي بفضل هذا المجلس الأعلى لأخلاقية المهنة التي تسيطر عليه تماما ولكن حتى هناك وزارة الاتصال وهو يزاحمها مديرية الاتصال كمال سيدي السعيد الذي ينصب مدارات تلفزيون والإذاعة وفي فترة قصيرة تم تعين مدير التلفزيون لمضعة أسابيع عشية الانتخابات الرئاسية ثم أقيل مباشرة بعد أعلان النتائج وعينا في الإذاعة وتم نقل مدير الإذاعة محمد بغالي إلى التلفزيون هذا ما يحدث عندما يكون هناك حالة من العبث تسيطر على الآن إذا حكمنا الرئيس نفسه على التعهدات التي قدمها في ميدان حرية الصعفة كانت حدثنا على ترشيد الإشهار السؤال هل يعرف الجزائريون الإشهار العموم مش حال قيمته وكيف صرف وهذه معلومة بسيطة ليست سرا حربيا يعني يفترض أنه أول ما يخبرنا به الرئيس هو هذا الرقب أول ما يخبرنا به وزير الإعلام هو هذا الرقب ولكن الآن هذا حتى الإشهار العمومي لم يعد بيد وزير الاتصال أصبح بيد مديرية الرئاسة في منشور غير في مرسوم رئاسي غير منشور أنا جايك أنا جايك لأهذا النقطة نقطة ثانية عند ترشيد الإشهار لحد الآن ما أعطيته ناشر رقم تعم قلت أنه بليكين دعم للصحافة الإلكترونية بش حال دعمته ومن هي الصحافة الإلكترونية التي دعمتمها نحن نعرف عدنا زملاء يشتغلوا في الصحافة الإلكترونية بعض المواقع في الصحافة الإلكترونية توشك على الغلق طيب وراه دعم الصحافة الإلكترونية كنت وعدتون بالحرية المسؤولة وراه الحرية لأنه هذا الوعد فيه حرية وفيه مسؤولة الحرية ما كانش لكن المسؤولين بكثرة وقاعدين يضاربوا لأن المسؤولين بكثرة وقاعدين يضاربوا يحدث مثلا في وزارة الإعلام في يوم 17 أكتوبر الماضي وزارة الإعلام يفترض إذا شفنا المناشير المنشورة أو المراسيم المنشورة أنها ما زالت تسيطر على التنفيزيون لكن وزير الإعلام يوم 17 أكتوبر لما عمل ندوة عمل وقفة بمناسبة ذكرى 17 أكتوبر عيد الهجرة من كان معه في هذا الوقفة في وزارته يفترض تكون معه كل الأجهزة التابعة له كان معه فقط موظفي الوزارة ومعه أيضا وكات الأنباء ومعه المركز الوطني للوثائق السمعي البصري الآن عندك الدليل أنه كل مؤسسات السمعي البصري أصبحت خارج سلطة وزارة الإعلام ما عدا وكات الأنباء والمركز الوطني للوثائق مع أنه ربما هناك صورة أنه العام الماضي في مثلي هذا اليوم يعني 28 أكتوبر يعني بمثلي أمس مثلا أنه صورة وزارة الاتصال تنشر صورة أنه العجاب بالله في المقابل مع كمال سيدي السعيد وهم في الاحتفال بإحياء الذكرى الـ 61 لبسطي السيادة على الإذاعة والصورة موجودة طبعا لكل مفارقات هذا المشهد وقبل أن نعود للنقاش نتابع التقرير التالي الصورة هذه العملي فات المحامون في المغرب ياثورون أحد أبرج عنوين صحيفة الخبر ليوم أمس على سبيل المثال للحصر وهو ما أكد التهم المواجهة للصحافة المكتوبة ناهيك عن المرئية خصوصا التلفزيون العمومي لماذا تفرد صحافتنا عديد العنوين والتقطار الإخبارية لما يحدث عند الجيران تساءل أحد المتابعين وتغض الطرف عن انشغالات ملايين الجزائريين نقل انشغالات المواطن بمهنية وباحترافية هذا ما قاله أحد المسؤولين في قطاع الإعلام لكن كلامه يبقى نظريا لغير كناب ليل يمحو النهار أين انشغالات الجزائريين في الإعلام خصوصا ما يجري فيما يعرف بالجزائر العميقة أو المناطق الحدودية فالجزائر ليست العاصمة وبعض المدن فقط 62 سنة تمر اليوم على تاريخ بسط السيادة الوطنية نعم 62 عاما مرت على استرجاع مؤسستي التلفزيون والإذاعة وهي ذكر تأبى النسيان فعلا بعد خروج الاستعمار الفرنسي من البلاد لكن كيف حال قطاع الإعلام اليوم حتى لا نغرق في الماضي مع عدم تجاهل تضحيات الإعلاميين السابقين فإلى متى يبقى الجزائريون يعيشون مع وقع ذكريات أجيال سابقة تاركت بصمتها الجميلة ما كان يبطه التلفزيون الجزائري في التسعينات قبل ظهور عديد القنوات نموذج صارخ على الإعلام الرسالي النازي والذي لم يكن يقصي أحدا فهل بقيت في التلفزيون اليوم برامج سياسية وتحليلية بحضور جميع شرائع المجتمع الجزائري سؤال يثيره متابعون كانوا شهودا على فترة ساهية من عمر الجزائر قبل ثلاثين عاما ما يحدث في عديد الكليات بمختلف الجميعات الجزائرية يصنع الحدث فعلا فهؤلاء الآلاف من طلبة الطب لم يجدوا في التلفزيون العمومي دقائق بل ثوانية للحديث عن اهتجاجاتهم المستمرة وفي مقابل ذلك وهو ما حير كثيرين أن التلفزيون سلت الضوء على مظاهرات الطلبة الأطباء وأطباء الأسنان لكن في المغرب وليس الجزائر وبالتالي فإن كل من الرباط والدار البيضاء صارت أقرب إلى التلفزيون مما يحدث في الجزائر العاصمة ووهران وعناب وغيرها من المدن الجزائرية مدراء المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة ومجموعة الصحفيين بأن نضع اليد في اليد للنهوض بهذا القطاع الحساس اختفى وزير الاتصال محمد العقير عن الأنظار ولم يظهر له أثر منذ فترة وأصبح تداخل المهام وتضارب الصلاحيات بين لجنة الإعلام لدى الرئاسة والوزارة أبرز العنوين وبذلك تبخرت شعارات مرحلة ما بعد رئاسية سيبطنبر وما أكثرها الإعلام المستقل وإعلام الاحترافية والمهنية قاسم سعيد هل يمكن من هذه الممارسات أن تمر هكذا عن الجزائرين في 2024 والذي يتابع مثلا تعليقات الجزائرين على التلفزيون أو أذرع إعلامية أخرى مثلا عندما يعتمون على إضراب طلبة الطيب في الجزائر ويبرزون ما يحدث في المارب يعني يعرف أن الجزائرين تعليقات بين الساخر وبين الناقد ومن يقول لهم لماذا تعتمون على أخبار الجزائر وتبرزون أخبار الجنان حقيقة نعم حقيقة قبل أن أجيبك على هذا السؤال حقيقة فقط أعقب على قضية وإضافة لما قاله ضيفك فيما يخص مجلس أخلاقيات المهنة حقيقة ما صدر في الجريدة الرسمية قبل أسابيع أصبح هذا المجلس يسمى بمجلس الآداب يعني لا أدري هذه الكلمة هل هي في محلها أم لا أصلا مجلس الآداب وأخلاقيات المهنة حقيقة المصطلحة نعتقد أنه غير في محله أو غيره هذا يذكر بشرطة الآداب يعني بكل ما له من إحانه أكيد يعني أكيد يعني أنه يتير نوع من الحساسية كيف لهذه اللفظة أن تردى في الجريدة الرسمية وفي ما يسمى بمجلس أخلاقيات المهنة والآداب كما يقال بالنسبة لقبير وربما الأرجح هذا قراتي الأرجح قاسم سايد ترجمة من الفرنسية ترجمة حرفية ربما ولكنه هناك باللغة العربية من المفروض أن لا تقال مثل هذه الكلمة الخادشة صح القول بالنسبة للصحفيين ولكن الصحافة في الجزائر واغلب الصحافة أو حلب الصحفي في الجزائر حقيقة جرائد على رأسها لا تستطيع دفع تمن الطباعة حتى أصبحت سلطة تمن دائما وتردد نفس الكلام فيما يخص بقرية الإشعار والإعانات المالية وإلى ما هناك أعتقد أن الأمر يجب أن يكون هناك إصلاح سياسي ومن ثم يتبعه إصلاح إعلامي ما لم يكن هناك إصلاح سياسي لن يكون هناك إصلاح إعلامي وتطور إعلامي إن صح القول أعود الحقيقة إلى سؤالك وقضية التعتيم وصراعات بين النظام المغربي والجزائر دائما أصبح تلفزيون الحكومي هذا ما نشهده يعني يتناسى عيوبه وعيوب أو ما يجري من مشاكل في الداخل الجزائري ويبرز دائما تلك الصور لأن هناك مشاكل في المغرب لا أدري هل شعب جزائري يهمه ما يجري في المغرب والعكس صحيح تماما في الحقيقة تعليقات ولكن في هذا الصدد هناك من قال بأنه مثلا هناك في الإعلام الخاص المغربي طبعا هناك مثل الإعلام الخاص في الجزائر أنه حروب وغيرها ولكن أن يصل أمر التلفزيون الجزائري هناك من قال هذا يسيء أولا حتى للبلاد للجزائر لا يليق بأنه يكون القنوات الرسمية المكاتلة الجزائرية الرسمية أو التلفزيون الرسمي أن يخوض فيما يخوض ناشطنا في فيسبوك مثلا وبلغة الفيسبوك أكيد أخي أخي الكريم لأن هذا الأمر أصبح فاضح للغاية وغير المشرف تماما ودليل على ذلك تعليقات الذين ورواد موقع التواصل الاجتماعي بالحقيقة أحسن دليل من كم هائل من التحكم والسخرية على تلك الأخبار التي تنقلها ليس فقط للتلفزيون للحكومي الجزائري وإنما القنوات الخاصة حتى هذا الكم الهائل الذي لا يحصل هذا يندل على شيء يدل على أن هناك طبقة واعية وتعرف ما يدور في الكواليس من هذا التعتيم الممنهج في داخل الجزائري للأسف الشديد أنا أعتقد أن الآن والإعلام الجزائري يعيش ردة إعلامية كبيرة جدا لم يسبق لها متيل وفي حقيقة أنا أعتقد لن تتكرر في المستقبل أن الإعلام يعيش ظلمات يعني لم يعيشها من قبل كذلك وطبعا يجب على الصحفيين أن ينفذوا هذا الغبار عن أنفسهم وأن يكونوا قوة ضد القمع والديكتاتورية وتكميم الأفواه المسلط ضدهم وعدم الاستكانة لتلك الإملاءات الغير القانونية حقيقة التي تمارس ضدهم أبو طالب شبوب هل هذا الوضع الصحي هل يخدم البلاد عملية الغلق والكتم أليس أليس هذا الدغط يولد بالعكس لانفجار يعني حتى السلطة في الحزب الواحد وكانت هناك نوافد للانتقاد يعني مثلا صحف حتى في الإعلام المعرب هنا بعض المقالات التي باستطاعتها تقول أنه تحذر من الوضع ليس على ما يرامي هل هذا الوضع صحي هل هو علامة قوة بالعكس علامة ارتباك عادة الصحافة والأحزاب تسمح لك بأن تكون عندك نظراء حول ما سيحدث أو ما يحدث داخل المجتمع هي مجسات تاستشعار لما تجين تتسكر على الصحافة وتتسكر على الأحزاب الغضب داخل المجتمع لن يتوقف لكنك باختيارك ما كنت قاعد تشوف فيه وش الفرق بين الحالتين لما تكون تشوف الغضب داخل المجتمع عندك الوقت وعندك الإمكانيات أنك تصلح الوضع لما تتسكر البيبان وتعمي عينيك عن ما يحدث داخل المجتمع الانفجار جاي من تاعد المجتمع لن تراه قادما رح يفاجئك الخطة اللي ديرها تبون بإغلاق كل شيء من أجل تفادي الانفجار الاجتماعي هي الخطة الوحيدة التي تقود إلى انفجار اجتماعي مؤكد وكل ما يقوم به الرئيس من بهلوانيات في التعامل مع الصحافة لا ينفع يعني الرئيس يحبس الصحفيين وفي المقابل يدير مدينة إعلامية هذه الفكرة هذه تنتقل إلى منهم دونه يعني والي الجلفة حبس بدر الدين قرمات وبعد بشي حسن سمع انتعو دار ندول الصحافة الإلكترونية هذا لن يحسن الوضع ونصيحة للرئيس تبون والاعقاب لنعتبره زميلا الذي سينقدكم هو الصحافة الحرة عندما تدخلوا في حيط اللي رح ينصفكم هو الصحافة الحرة هل لهم في حالة إنكار حالة جزائر موازية يعيشوا فيها في عالم آخر يعني قرار آخر قرار هذا غلق الطرقات بكل ما له من معاناة على المواطنين وحالة الاحتقال الرهيبة وتنكيد حياة المواطنين وبدون احتبار وفوق ذلك يتم التعتيم على أهات المواطنين الجزائر طبعا هم في حالة إنكار وأسوأ من هذا اللي حصل لهم أنه أي سلطة يكون عندها الذباب انتاح بصحة السلطة العاقلة تفهم جيدا بين ما هو خطاب ذبابي وبين ما هو واقع إحنا اللي حصل عندنا أن الرئيس تبون صدق الذباب الذباب هذه وسيلة دعائية إذا وصلت أنت تصدق الذباب يعني يطلع رئيس الجمهورية يقول لك احنا قوة ضاربة يا رجل أنت لو تابعت الأرقام التي يصدرها البنك الوطني ستكتشف أنك مكشقه هل هو الذباب أم أنه المحيط أيضا ويعني حالة ارتباك سلطة ترد يعني مثلا حتى أجنحة داخل السلطة يتم إصدار شعار لسبعينية عيدة للثورة ثم وزارة الدفاع كأنها تقول أنها هي صاحبة القرار تصدر آخر وتلغي اللغة الفرنسية وتضع اللغة الإنجليزية وتقول هذا هو الشعار الرسمي للسبعينية بينما بث الإعلام بأن هذا هو الشعار من جهة لسنا ندري منه يقال أنه من الرئاسة وشد الكبير هل هذا أيضا عنوان قوة أم أنه عنوان ارتباك كده لا تابعون بعد أن نفصل عن الواقع الآن يثبت للجميع أن وحدة النظام غير قائمة لما يتحدثوا الناس على صراعات جهة السلطة تكذبهم مثل هذه التفاصيل الدقيقة هذه تكشف لك عن وجود صراعات وتكشف لك أنه هذه الذهنية التي تسير البلد لحبة تسكر على كل شيء وين راح تدير البلاد راح تدير الحياة ماذا في المقابل؟ بالعكس هناك من يبرر هناك استعراض عسكري هذا يؤكد قوة الجزائر ولا يهم هذه ذكرى عزيزة ويجب الاحتفال بها وعلى الجزائر يصبروا مسألة وقت فقط هناك إجراءات أمنية من أجل استعراض العسكري ولهذا تم غلق العاصمة لستة أيام وقبلها إلغاء رحلات لخطوط الجوية الجزائرية بكل ما لذلك من تكلفة هذه الطرقات وإلغاء الرحلات ما في حتى إشكال لما تحب تعمل استعراض عسكري ما في حتى إشكال الجزائر فيها أماكن تقدر تعمل فيها استعراض عسكري عندك ملعب خمسة جويلية كبير تقدر تعمل فيه أجمل استعراض عسكري وبحضور الجماهير من أجمل ما يكون عندك الملاعب الجديدة تقدر تعمل فيها استعراضات كما حبيت تعملهم خارج المدينة لكن ما تقدرش نتاعة تحدثني على نمو اقتصادي وعلى مؤسسات قافزة وعلى حركية اقتصادية كبيرة وانت قادر تسكر العاصمة لمدة أسبوع لذا عندك اقتصاد ما تقدرش تسكر العاصمة إذا سكرت العاصمة معناه ما عندكش اقتصاد أنت تكذب نفسك اثنين ما الذي ستستعرضه وخلينا هنا نحط نقطين وجود جيش قوي للجزائر هو ضرورة استراتيجية احنا في منطقة لا ترحم تغفل يكلوك وتاريخ الاستعمارات التي مرت على بلدنا الروماني والبيزنطي والويندالي وصولا إلى الفرنسي كلها تثبت أنه إذا ضعف جيشك تم أكلك فوجود جيش قوي هو ضرورة للجزائر ونحن معاه كل ما يخدم من قوة هذا الجيش لكن السؤال الذي أريد أن أطرحه معي قوة الجيش واحد لا أكثر ولا أقل عندما استعرض أسلحتك كم صنعت منها المريكين لما تقول جيشنا قوي صنع أسلحتها وفوق ذلك لماذا يتم يعني التعتيم على الجزائرين وهناك مشاكل ومحاولة تأصورة لا الأمور على ما يرام وجزائرين يعانون من أجل احتفال هم يفتخرون بسبعينية الثورة ولكن لماذا يعانون لماذا لا يستطيع أن يصل شخص لإيصال أمه للمستشفى أو من لديه مصالح وغيره لأن الموظفين في رئاس الجمهورية لا يعانون لأنه عندهم جيروفار عندهم جيروفار والمسؤولين عندهم الممر الخاص ويتنقلوا مثل ما يريدون يعني يعني فرست كلاس يعني درجة أولى مواطنين من درجة الأولى ولا الغاش هي شعب الأهالي يعاني ويسوفروا في الطرقات هم سيعانوا في حالة وحدة أن الطريق بين نادي السنوبر ورئاس الجمهورية يتسكر إذا ما تسكر هذا الطريق تتسكر فعليا يعني لن يعانوا رئيس عندما يتحدث عن جزائر منتصرة أو جزائر قوية هو يتحدث عن جزائر التي يعيشها هو في نادي السنوبر وما معه طبعا هذه الجزائر منتصرة طبعا لماذا لم يتم لم هناك من الجزائرين العلقوا أردا على هذا التعتيم طبعا ليس هناك أثر لهذا النقاش وقضايا أخرى قضايا الحرقة وغيرها بكل الكوارث اللي فيها إذا كانوا أرادوا الاحتفال لماذا لم يحتفلوا به في نادي السنوبر أغلقوا على أنفسهم وعملوا استعراض مثل ما شاءوا وتركوا الجزائر يعيشون يومياتهم يعني بأمانة لا لا يغلقوا على أنفسهم نادي السنوبر ولاية جزائرية لنعتبرها لولاية من ولاية الوطن يخوية دروا سعرات في نادي السنوبر وعرضونا في ولاية في ولاية نادي السنوبر نادي السنوبر نجو نحذره نحنا ما زلبين نحذره هي الولايات 59 ida يخوية لنعتبرها أنها ولاية جزائرية وتلفزيون والكل القنوات يمكن أن تغطonna وعرضوهم وعرضونا ونجو نتفرج وخلو الجزائريين يتفرجوا سمعتمهم في دياركم مسعين على رواحكم وفي أرزاقكم مسعين على رواحكم وفي طرقاتكم ما تمسوهاش لكن في طرقات وأرزاق وأقوات شعيب الخديم مسكرين عليه المشكل الكبير في الجزائر عندنا عالم تبون وعندنا عالم شعيب الخديم شعيب الخديم هناك شكاوة مثلا يعني قطع أرزاق ناس مثلا غلق محطة الخروبة ناس اللي كان عنده طاكس يشتغل تمنقلها لمكان آخر ومعاناة رهيبة من يدفع أيضا فطورة هؤلاء المواطنين شعيب الخديم وفطورة أيضا عن وطن اقتصاد الوطن يعني في النهاية لو أضيف إلى ذلك فشل النقل العمومي يعني تتذكر في تنصيب ملك بريطانيا إعاقل النقل في منطقة قريبة من موقع الاستعراض ولكن العاصمة نفسها لم تتعرض الاهتزاز لماذا لأنه عندك شبكة نقل عمومي قوية الأيام هذه اكتشفوا الجزائريين أنه خدمات النقل العامة من أرض ما يكون متكفيه هومج وبالتالي عندما تقرر أن تغلق العاصمة أعطينا البديل لما ما تعطيه هومج البديل رح يخرجوا من رحمة ربه اليوم سكته ولكن غضوة يأكلوك على الرئيس والاعقاب ومن معهم أن يكونوا حذرين ويتقوا الله في أنفسهم في الجزائر بطالب شبوب الكاتب الصحفي شكرا جزيلا لك شكرا كذلك لقاسم سعيد المدون والناشط الحقوقي كلام عنا من وران عبر الهاتف شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة شكرا جزيلا لكم